بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة الفيزياء ببساطة إذن في هذا الفيديو نقدم لكم واحد سلسلة التمارين خاصة للتلاميذ السنة الثانية إعدادي بالنسبة للدرس الأول فقط إذن الدرس الهواء من حولنا نشوفو بعض التمارين باش تفهمو الدرس أكتر إذن الإكسرسيس 1 كمبلت الفراز السويفان باس برسيان شود بلي دانس لفان اوت برسيان مانت دساند اوزان ستخاتو سفر نخصانة واحد الكلمة تخو بو سفر نسيتها أنا مزدهاش إذن عنا مجموع من الكلمات نضع كل الكلمة في المكان المناسب ديالع إذن هذه نبدأ بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للجملة الأول لرول ديغاز كي ستوف دون لكوش إي دابسور بي لابلي غران بارتي ديغنمان صولير التخافيولي ديغنية إي دانجورة نضع الدور ديالوح الغاز اللي كيتواجف واحد طبقة كيمتص مجموع من الأشعة الشمسية اللي فوق البنفس الجلي كتحمي الكائنات الحية إذن هناك نعرفو أن الغاز هذا هو الغاز نضع الأول هناك نقS ق bastante إذا قلنا أنك يتواجه في طبقة هالطبقة هي الطبقة الثانية في غلاف الجو إذا دائما نقوم تقرأ الجملة كاملة عاد جوابوا على السؤال نشوف ندزوا للسؤال الثاني الفينومين ميتيرولوجيك نياج و بلوي سبس دون الكوش يعني هالضواهر الجوية فين كي وقعوا إذا أخصنا عرفوا أنه يتواجدوا في طبقة الأولى السابقية هالتروسفير الثاني في جهة تروسفير ثاني الفيوسفير المترجمات التي يمكنها أن تكررسة تروسفير السابقية هي الهياء التي تقنع في الطوبة في الباعات الآخرية السابقية أقل في الطلبة السابقية لدينا ممتع الهواء إذا وضع الهواء لهواء ساخن ممتع الهواء والاكتلة الهوائية الباردة فكتبا بلدانس يعني نادي نكتبو بلدانس واحنا جوبنا على السؤال الاول او الاكزارسيس 1 ونقوموا على الاكزارسيس 2 نو فيفون دان هنا نكملو الفراغ نعيشو في فينك نعيشو في طبقة اللولة اللي هي تروبو سفير نو فيفون دان تروبو تروبو سفير نو فيفون تروبو سفير نو فيفون الدانس يو فيفون النقوم so إلى ميزو سفير فهو ايضا نقوموا بتغيير طبقة يو participate لدينا ميزو كم كله التخوزيام فراز رابعا الضغط الجوي نقصه بواسطة البرومتر بالنسبة للمانومتر الشعب المانومتر دور المانومتر الضغط الجوي نقصها بالبرومتر و الضغط نقصها باللمانومتر خامسا نقص الضغط بالضغط ماذا يحضر على وجه الهواء والضغط من تدخل سيزيام فراز طبقة اللي تحمينا من الأشعة الفوق البنفسجية سابعا المنطقة اللي فيها الضغط اللي تسمى اللي تسي قلم اللي تسي قلم اللي تسي قلم يومي تطلق لانتسيقل موسيقى قليلا باسي قليلا باسي قليلا crayسي وانه من الأشعر اخير هيسيس 3 عليا شكما قليلا انظر في كل مناسب ميزوسفير يميز الطبقة الميزوسفير اكتر برودة يقرأ الجمل ميزوسفير 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 ثم كنتين الكوش دوزون الميزوسفير تميز بأنها الأكثر برودة وتالية الكوش دوزون طبقة ستراتوسفير تميز بأنه يكون فيها الكوش دوزون فيها الأوزون التحوصفير يوجد تمرين تاني وتاني أعفون يوجد تمرين تاني 40% دولار و الأخيرة هي الاترموسفير الميزوسفير تطبيقه الأخير نكمل تطبيقه لغير غيون ما تحتمله من الأشياء على فوق البنفسجية الطبقة التي فيها الأوزون إذا نجيو هنا ونجيو بحالة تشكل نصل لها بسام دعونا هذا الاخر لأننا لا تفهمها ونخطيجنا بعض الأمور دعونا هذا الاخر يوجد طريقة أهم تلعب دور هام في التواصلات اللاسلكية وهذه الطبقة هي الترموسفيرية آخر طبقة في الغلاف الجوي التي يكون فيها الأقمار الصناعية تساعد في التواصلات اللاسلكية تساعدنا في الحياة الأرض وهي الطبقة التي فيها الهواء وهي نسبة كبيرة التي يستفيد من الإنسان ثم الطبقة الأخيرة هي ميزوسفير الكوش الأولى نحن 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 من جموعة من الرياح مثلا الشمسية خطيرة فهي الطبقة التي تحمينا من الرياح الشمسية مثلا اذا نصرها بسام هنا سألنا هذا التمرين الثالث وسألنا هذا الفيديو هذا فقط تمرين تبسيطية باش تفهموا الدرس الأول إذا فهمتوا وما عدتوا يصابتوا أمرا كنظن بالدرس ستكونوا فهمتوا وما يشلقوا في حتى شي مشكل إذن كنتمنى أن الشرح يكون واضح في هذا الفيديو هذا وموعدنا في فيديو أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة